اشتركوا في القناة رئيس الوزراء الحالي على وسائل التواصل الاجتماعي محمد الشيعة السوداني يقول فيه بالنص يقول نبارك حصول العراق على المرتبة الاولى عربيا والسابعة عالميا في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة من حيث عدد الجامعات المشاركة في نسخة العام الفين واربع وعشرين لتشهدت تنافس الفين ومئة وثنين وخمسين جامعة من مئة وخمسة وعشرين دولة ويضيف ان ما تحقق يؤكد نجاح رؤية الحكومة ومنهجها الدائم لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم العالي والانفتاح على النظم العالمية المتطورة في جامعات العالم وتطوير مستوى الأداء بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة الله أكبر يتحدث عن تنمية مستدامة عن نمو جامعات عن إحراز العراق المركز الأول عربيا والسابع عالميا عندما يعني يكتب هكذا خبر تذهب مباشرة وتبحث في ما يسمى تصنيف التايمز للتنمية المستدامة للجامعات فتجد أن هذا الخبر غير صاحب نهائيا غير حقيقي مع الأسف الشديد أن يتولى رئيس الحكومة اللي هو أعلى سلطة في العراق في إطلاق وفي تبني خبر غير صحيح ويروج له بهذه الطريقة لطريقة حي المعيبة معيبة جدا جدا لأنه للعراق أحرز المركز السابع عالميا ولا العراق أحرز المركز الأول عربيا وواقع الحال يعني نحن أبعد الناس عن الاستدامة أبعد الناس عن التنمية المستدامة أبعد الناس وهذا واقع العراق وجامعاتنا خارج التصنيفات العالمية من أين أتيت بهذا الحديث؟ جامعة العراقية لا أحد يعترف بشهاداتها وينما يقدم الآن الطالب العراقي يسوله امتحان جديد وشوفون الساعات اللي درسوا يسوله امتحان جديد ولا يقبلوا لو ما يقبلوا راح ذاك الزمن اللي شهادة العراقية تقبل في لندن وأمريكا وينما كان شهادة الثانوية تقبل في جامعات كلها مو شهادة تقليات هذه قضية يعني غريبة عجيبة لأن هذا التصنيف يقول أبراز الجامعات التي تميزت في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي حددتها للممتحدة أصباط عشنوخة سأتحدث لكم عنها من خلال اقتزامها بمعالجة التحديات الأكثر الحاحم في العالم من ذلك الاستدامة البيئية والاندماج الاجتماعي والنمو الاقتصادي والشراكات شنو علاقتنا بكل هذا الكلام خلي قول لنا السيادة الرئيس الوزراء على آل الكلام شنو الحديث يعني ألم يسأل نفسه ما علاقتنا بهذا الكلام هل هل يعني من المعقول أن يستمع لهؤلاء بدون مناقشة هل هو مغيب عن الواقع لا يرى الأمور على حقيقتها لا يرى أين المستوى لا يسمع لا يقرأ تقارير خارجية ثانيا هذه الجامعات لها أبعاد يجب أن تكون بالتنمية المستدامة وتقديمها مساهمات في خلق مستقبل مستدام تحديات عالم واجهة تحديات عالمية هذا التصنيف يؤكد على الدور الأكاديمي للمؤسسات التعليمية في قيادة التغيير المستدام أي مؤسسات تعليمية أكاديمية تقود ما يسمى بالتغيير المستدام وهو وين هذا التغيير المستدام بالعراق من 21 سنة لحدها نحن عندنا صراعات سياسية وطائفية ومحاصصات ومصائب وعندنا شهادات مزورة عشرات الآلاف من الشهادات المزورة وجامعاتنا في أسوأ شيء وخارج التصنيفة خارج قوائم الجامعات والتعليم وعندما يسألون لماذا لا تضعوا العراق جامعاته ومدارسه وتعليمه يقولون لي أن العراق ما فيه تعليم وهذا واقع الحال ألا تسألوا يسألوا مؤمن المتحدة في الصعب يعني هذا كلام غريب عجيب وبعدين عندما تبحث في هذا الموضوع تجد أن هذا التصنيف يطلب من كل جامعات الدنيا من كل الدول لأن تبعث أسماء جامعاته التي تدرج بهذه القوائد والعراق يبعث جامعاته مثلا البصرة أعلى وحده حققت مركز بالجامعات تسلسلها من أربعمية وواحد إلى ستمية من ثلاثمية وواحد إلى أربعمية هذه جامعة البصرة التي تعتبر الأعلى وين حقق المركز الأول وين المركز السابع عالميا جامعة بابل من أربعمية وواحد إلى الستمية جامعة بغداد من أربعمية وواحدة جامعة بغداد الشهيرة من أربعمية وواحد إلى ستمية وجامعة المستقبل أو كلية المستقبل من ثمانمية وواحد إلى ألف رقما جامعة البصرة محتلة المركز 13 عربية كلام محيب هذا التصنيف ثانيا هذا التصنيف يعتمد على أهداف أو معايير التنمية المستدامة اللي وضعتها لأمم المتحدة اللي هي إدارة المخلفات المتفككة حيوية اكتفاء ذاتي بيئة صناعية تجارة عادلة تخطيط حضاري مستدام تن تصميم بيئة مستدام تنقية النفايات تقنيات مستدامة تنمية مستدامة حسب البلد حضارية جديدة حفظ البيئة حماية المناخ زراعة مستدامة سياحة مستدامة عمارة مستدامة موارد متجددة تنمية مستدامة للعراق هذه كلها 17 نقطة كلها موجودة بالعراق ما علاقة العراق بها كلها هي وين البيئة لدينا الملوثة وين الاستدامة وين التنمية لأساساً لدينا نحن لدينا التنمية فنتحدث بهذه الطريقة وتبارك كلهم وتكتب منشور هذا مغيب أما أن يكونوا هؤلاء الذين أوصلوا إليك يعني الخبر يريدون يغشوك وهاي كارثة والكارثة الأعظم أنه أنت تتقبل أي كلام لا يمكن لا يمكن أنا أتحدث مو مثل ما يتحدث رئيس الوزراء رئيس الوزراء افترض مو مثل أي مواطن عادي يجب أن يتحدث بلغة مدروسة ودقيقة وصادقة ولا تقبل الشك ولا تقبل النقاش أبدا يجب أن يكون متأكد من المعلومة تماما قبل أطلاقها لأن أطلاقها بهذا الشكل على عواهنها معيب جدا ويؤدي إلى كوارث كبيرة لأنه عن أي جامعة عن أي تعليم أسوأ جامعات في الدنيا أسوأ تعليم لدينا التعليم منهار عندنا هذا واقع الحال فبالتالي لا يمكن لا يمكن حديث بهذه الطريقة ولا يمكن وصف الجامعات ووصف التعليم العالي بأنه تعليم وهذا يؤكد نجاح رؤية الحكومة ومنهجها الدائم لتحقيق الجودة الشاملة ومنهجها الدائم للحكومة الجودة الدائمة وين هي الجودة الدائمة الجودة الدائمة في زيادة عدد الفقراء في زيادة عدد العاطلي في الخدمات المفقودة في الكهرباء المفقودة بالمصائب بالصحة المفقودة الخدمات الصحية المفقودة في التعليم السيء الابتدائي والثانوي والعالي في المواصلات في الشوارع في أي شيء هذا تحقيق الجودة الشاملة هذا نهج الحكومة وين هذا؟ يكفي ادعاءات باطلة يكفي أن نحارب الطواحيم بسيوف من خشب يكفي أن يعني نختلع قصص ونريد من الشعب أن يصدق هذه القصص الوهمية وقصص البطولات الوهمية والكاذبة يكفي الشعب عانى معنا والعراق عانى معنا شيعة وسنة وكراد بعرب والكل العراق في أسوأ حالاته يكفي يكفي الادعاء تكفي تكفي الخطابات الطائفية تكفي خطابات الفوضى يكفي التعدي يكفي الفساد يكفي الخراب وين بلد من بين البردان العشرين الأكثر فسادة في العالم تحدث لي عن تنمية مستدامة وهذا منهج نهجنا الدائم لتحقيق التنمية أي تنمية وزارة التخطيط آخر على الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين نترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة